اشتركوا في القناة 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 ثلاثة وقفوا لولدي قعد أربعيين في الجيار بعد حالوه للمحكمة قبل وكيد الجمهورية سيد وكيد الجمهورية أحالوا على التحقيق بالتحقيق حاولوا لولدي نقعه في الأصلحي نقع والدي أصلحية في الأصلحي لا أعرش عليش قضية بداية المناوبة يعني مكر مزرم دينيو هو طفل عمر ستش نسني تعرض العنف من قبل العون الأمن وهذا موثق في قرص ليزري وقدمناه يعني كنا قدمناه لقضي التحقيق ثم إلى دائرة لاتهام مع معينته لدى عدل التنفيذ يعني يبين القرص هذا المناوبة تعرض للعنف العنف المادي المصلط على قاصر من قبل ثلاثة أعوان أمن وهذا بشهدة الشهود وموثق بالفيديو جاي دي ريكت العون إذا هو ما يعرفش أصلا اللي هو عاون أمن جاي دي ريكت قالوا فش تاكي تصور فيها معناها قالوا ودي منيش نصور فيك يعني منبار راني شد تليفوني دجا شوف هنحلك القلورية شوف راني منيش نصور فيك انت شكونك بش عنا عرش معونا حكي معاك قال فاكلوا تليفوني دي ريكت كيفاكلوا تليفون بلقوية فاكلوا تليفون حطوا دي جا كسروا التليفون بالقوان طاعو كسر تليفون الشيشة القل كسرها حاط التليفون فيه جيبو يضربو قاعد يضربو كيودي هو بش يضربو ودي وقت ذي عامل عمليات على العيني يعرف لي هو ما يتمسش في راسو بالكل هبت ودي راسو كي هبت ودي راسو جبدو جبدو وشدو هكا منجلو ومنجلو لوطا وهبتو عليه ثلاثة أخرين زيدو دخلو البيب مطاع الميذة من البيب مطاع الميذة يكلف الضرب حتى اللي ندخل داخل ركبوه للمينات وزيد يضربو فيه بالمينات هنا نحكيه على جناية اليوم وحسب الفصل 2019 جناية هذي يتصل العقوبة متاحة إلى 12 عام سجن يعني قاتلها موصلتة على طفل عمره أقل من 18 عام عملت مطلب إفراج خارج من محكمة الاستنعيف وفقوا لي على الإفراج بعد ولدي دجاء ندور بيه من تبيب لتبيب بات ليثة طوبة يأكدودي يأكدو كون ولدي ما عادشين يراب الكل من جراء الضربة من جراء الضربة هي اللي عكرت العين خطر ولدي عامل حديشنا عملية عامل سيليكون ينفوها يتعرض لأي حادث كيما هكا يهبت السيليكون تعاود قطع شبكية معدش نجوي عاودي معدشيراء هذيك شنو وصار توا كون ولدي توا معدشيراء كليا وما عادش أكدونا ثلاثة طوبة معدش نجمو نعمل له حتى عملية على خطر كي بش نعمل العملية على العين بش نعاود ونعمل العين ما نجموش نعملوها تضر العين الأخرى أوتوماتيك من دونك خير وبش يعيش بعين بركة خير ما يخفقدهم الضوءس من جراء الضربة هذي القانون يقول إذا كان للفاعل سلطة على الضحية واستغل نفوذ وظيفه والذي هنا عنه يعني للفاعل اللي هو عاون الأمن استغل يعني عاون الأمن هذة النفوذ متاعه واستغل يعني يعني سلطه على الضحية هذية اللي هو عاون أمن كينه ما نجمش يمنعه كويسك معناها عمره والذي هو زاد الطفل وذي نجح فقراته سلطة شمو عدن قال لك ما عاش الحب نبشي نقر في اللي سي ما عاش الحب نبشي نقر كرامت وتهيمت بسم الله وماشالله كتشوف والدي 132 كان يقترينها بسكيت ما عادش منجم ما نسلامش في حق والدي مش نطبعه مش نطبعه أكيد قضائيا أكيد مش نطبعه مش رجالي عين والدي ماشو مش رجالي عين والدي دوك مش نطبعه الآخر نفس فيه مش نطبعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر